طبعا احنا اتكلمنا عن مواجهة الاهلي المحتملة مع الرجاء ولكن في حاجة مهمة جدا 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 لازم نتكلم فيها قبل ما نروح للمواجهة دي وهي الناجي الاهلي كان ممكن يكون عنده حظوظ أفضل في ان هو يواجه فريق من التصنيف التاني يمكن انا ما باخدهاش فكرة انت ترتيبك كان في المجموعة احنا في 2018 كانت تراجي معنا في المجموعة صعبنا اول وهو تاني والتراجي كسبنا في النهائي ويمكن البطولة بتاعة 2020 او الشهيرة بالقضية كنا في المركز التاني وقدرنا ناخد البطولة خلفا للنجم السحلي طبعا والبطولة الاخيرة جينا في الترتيب خلف سنبا واخدنا البطولة ولكن برضو كابتن هاني ده ما يمنعش ان احنا كلنا حق مهم جدا نتكلم فيه سانداونز في المباراتين ارقام النادي الاهلي اه طبعا سانداونز محاولاته على ارضه اكتر ولكن انت محاولاتك هنا وارقامك الهجومية ووصولك للمرمى كان اعلى ولكن في النهاية هو قدر يكسب المباراتين خادل ست نقط دول اللي فرقوا معا في الترتيب كان فيه لحظات خلال البطولة بعضها اثر في النقاط زي مبارات سانداونز وهي لحظات تحكمية حروح بعد كده بسببها مع حضرك لسؤال مهم جدا البداية في اللحظات دي كانت مبارات سانداونز ولو اللقطة جاهزة معانا كان ضرب الجزاء صحيحة لأحمد عبدالقادر قصدي طرد انا اسف كان الحارس مكويني حارس سانداونز خرج عرقة لللاعب اللاعب كان عنده فرصة في حالة تجاوزه يروح انفراد وما كانش فيها طرد وكل خبراء التحكمية دي اللعبة معانا على الشاشة كل خبراء التحكمة كابتن هاني اكدوا ان اللعبة دي كانت تستحق الطرد لحالة سانداونز صحيحة رحنا بعد كده مباراتين المريخ الاهلي لضربتين جزاء مباراة لقطة لمحمد شريف كان لقطة واضحة جدا كان ممكن يتحسب فيها ضرب الجزاء للنادي لقى للتدخل على القدم وفي واحدة كمان لعبدالقادر اعتقد كمان وعندنا كمان لقطة طاهر محمد طاهر اهي واضحة ايضا كان الالتحام واعاقة وعدم تنافس على الكرة وكمان كان معانا في المباراة الاخيرة بتاعة الهياء السوداني ركل الجزاء واضحة جدا جدا لأحمد عبدالقادر دي اللي بتكلم عليها محمد يعني طبعا تلات حالات واضحين جدا ولكن السؤال الاخبر وما زال السؤال الاخبر والسؤال الواحد فعلا مش لقيله اجابة ليه دور المجموعات مفهوش الفار يعني لغاية دلوقتي السؤال ده بيتطرح وكل الناس بتتكلم فيه ازاي دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا ما يكونش متواجد فيه الفار يعني سؤال موجه للاتحاد الافريقي ليه طبعا رئاسة او المسؤولين عن التحكيم في الاتحاد الافريقي ان ارجوكم الموضوع الاهلي ما بيقولش كده علشان لينا ضربتين جزاء او ما لناش ضربتين جزاء او او خلينا نتكلم بكل امانة ومن الواضح كمان ان دوري التمانية بيقولوا من غير فار فهي كرسى دوري التمانية ربع النهائي طب ازاي ازاي اجتصاديات كرة القدم يا كابتن ما ينفعش تقوم على الاساس ده دور المجموعات الاول كان مجموعتين بيتلعب تمام فرق بقى 16 فرقة على 4 مجموعات انت عملت كده كالتحاد افريقي عشان تعظم اراداتك على مستوى البس وعلى مستوى حقوق الرعاية ده اللي حصل اذا بالتالي انت محتاج تدخل فار بما ان انت بتحاول تستثمر في اللعبة نيجي لدور التمانية ربع النهائي المباريات الاقصائية يتقال ان ما فيهاش فار ده شيء صادم جدا وغير مقبول وبعدين بقى شيء اساسي من عناصر قرط القدم بلوقتي في العالم كله انه موجود الفار يعني ممكن فقط الوقات يقولك مفيش حكم رابع مستحيل الحكام مفيش لينمان موجود مستحيل فلازم تكون عملية الفار ده شيء جزء اساسي لا يتجزأ من الاساسيات في ادارة مباريات قرط القدم وشفنا الكلام ده على مستوى الاوروبي وبالتالي انت كمان في دور التمانية اللي هي ادوار اقصائية كمان مفيش فار وتاني بقول وعيد مش عشان كان النادي الاهلي ليه دربات جزاء لا احنا بنتكلم على جميع المستويات على كل حتى الكونفدرالية نتكلم فيها لكن دوت خلينا نقول ان دوت كمان بيكون ليه مرضوط خلي بالك على مستوى اللاعبين يعني على مستوى اللاعبين وطبعا طبعا يعني بلاير اوف دويك طبعا ده لعبنا احمد عبد القادر ده طبعا اه ده اخر جولة في دور المجموعات حصل الافضل لعب في هذه الجولة فخلينا نقول قبل ان نطلع فاصل سريع نتكلم مهم جدا ان كمان اللاعبة تعمل حسابه على ده ان اللاعبة عارفة ان ما فيه شهار وبالتالي ان يلعبوا على صفارة الحكم لو كان فيه تسلول الحاجة الدنيا لازم تبقى الاخيرة كمان عدم وجود الفار خلي بالك يكون كمان ليه مرضوط على مستوى اللاعبين طبعا لان كابتن الموضوع غير مفهوم والنادي الاهلي استفاد من وجود الفار لانه خاد حقه في لاعطات كتير جدا زي مباراة الترجي ومباراة كايزر تشيفز احنا شفنا السنة اللي فاتت في نصف النهائي وفي نهائي البطولة قرارات مباشرة من الفار على الجانب الاخر في عدم وجود الفار كنا اعقاب ان احنا ممكن نخرج من دور المجموعات بسبب خطأ ردوان جايد في مباراة فيتا برضو الموسم اللي فات في دور المجموعات السنة دي في حالة وجود الفار في مباراة زي سانداونز يعني كنت تروح اول ممكن تقابل فرق تصنيف اهل الفار حاليا في كرة القدم الافريقية اصبح مش رفاهية وفي مبرر خرج من الاتحاد الافريقي بيتكلم عن فكرة ان مش كل الدول قادرة ان هي تكون عندها فار كل الفرق في دور التمانية مرشحة انها توصل نهائي البطولة هل لو فريق وصل نهائي البطولة او نصف النهائي وكل الموجودين على مستوى الاستداد على مستوى الاستقبال على مستوى الاستعدادات كلها طبعا غير مقبول بالمرة واعتقاد الشخص انه لازم يكون في واقفة في هذه البطولة بطولة كبيرة احنا دايما بنتكلم على بطولة دوري ابطال اوروبا بنتكلم عليها ليه بنتكلم عليها على الامكانيات اللي بنشوفها على الصورة اللي بنشوفها على البس اللي بنشوفه على جزئة الفار اللي موجود ازاي الفار دا بيكون سريع جدا في اتخاذ القرارات بنتكلم على صورة متكاملة لمباراة قورة قدم عالمية على مستوى دوري ابطال اوروبا دور أبطال أفريقيا المفروض لا يقول يعني تأثيرا يمكن مش هتكلم لا يقول لكن الجاب ما يبقاش كبير أو كده يا جماعة المسافة ما تبقاش كبيرة أو كده وخاصة أن احنا دلوقتي الدول الأفريقية وصلنا كنا نتمنى منتخب مصر يكون موجود في قطر 22 لكن 26 عندنا 9 منتخبات أفريقية لو أتكلم على القرية الأفريقية والتحكيم الأفريقي لازم يكون فيه تطور بشكل كبير جدا جدا على مستوى التطوير على مستوى البار على مستوى المسابقات بالنسبة للاتحاد الأفريقي خاصة بطولة أبطال الدور اللي هي بطولة قوية جدا جدا